السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وانصر حمد ابراهيم من قناتكم محمد حمد التقنيات. النهاردة ان شاء الله هناخد موقع لعب حلمال اسمه ارجون كليك دوت كوم. الموقع ده هسيب لكم رابط الوصف اسفل الفيديو. هتضغط عليه للتسجيل لأول مرة. هتضغط على كلمة يسجل او هتقول له انشاء حساب هتدخل اسم المستخدم خاص بيك. اه اي اسم يعجبك وتدخل البريد الالكتروني في الخانة التانية. الخانة التالتة هتدخل كلمة مرور وتتأكد ان دي معمولة علامة الصح وتقول له انشاء حساب. دلوقتي انا هضغط تسجيل الدخول وهقول له قبل ما اعمل تسجيل الدخول لازم اي انتفيروس موجود في الخلفية. عشان اه ما يمنعش او يؤثر على الموقع. خلاص بيقول له تم تسجيل الدخول بنجاح. الموقع ده بتكسب منه اه اموال عن طريق مشاهدة الاعلانات. وعن طريق حاجة اسمان مكافأة اليومية. اه لحد الاستحب فيه اه مية نقطة اللي هي واحد روبل على محفظ زي بايير. وفيه اه بايير اه يو سي دي مية وعشرين نقطة واحد واثنين من وعشرة روبل. وفيه على عفوصة بايو فيه بيرفكت موني. وفيه حاجات كتير. السحب عشان تسحب الاموال ده الرصيد الخاص بك. الرصيد اللي انت تسحبه. وده الرصيد الشرق هتستيري بيه اه حاجات اه في الموقع زي اه تدعم قناة او كده. او تعمل اعلان في القناة عن طريق رصيد الشرق احنا من نجدعوه به. الرصيد الحقيقي اللي هو سبعة وستين نقطة. خلاص. هتسحب عن طريقها كلمة تضغط على كلمة يان سحب او سحب. بعد كده عندك بيير بالروبل. وعندك بيير بالي او سي دي. اه لا حد لسحب تبيير روبل مية مية نقطة. عشان كده منصحكم بالسحب عن طريق بيير حساب الروبل. هتدخل العملات المعدنية هنا وتقول له سحب. قبل طبعا ما تعمل سحب لازم تدخل على الاعدادات. الاعدادات الشخصية. من الاقسل يسار. وتدخل محفظة بيير هنا وتقول له احفظ التغييرات. خلاص. هتدخل نحفظة بيير هنا وتقول له احفظ التغييرات. خلاص. دلوقتي هننتقل لازاي تكسب فلوس في الموقع. فيه عن طريق شاكتين. شاهد الاعلانات ومكافأة اليومية. هنضغط على المكافأة اليومية. هننزل تحت. لي عبارة عن اعلانات. فين دا هضغط على ايه. اضغط على اي اعلان من دول مثلا اعلان ده. بعد نقفله. لغاية ما نجي لي كلمة زرار ده. احصل على مكافأة. اضغط علي ضغطة. واللي تم اضافة اربعة وشرين قطع نقضية لحسابك. انا عملت رفريش. كان عندي سبعة وستين نقطة. زي ما هو سبعة وستين. هو زود صرزة الشراء. يعني مكافأة اليومية دي بتزود رصيد الشراء. طيب الاعلانات. شاهد الاعلانات دي. دي اللي بتكسب في الموقع. طيب بتكسب ازاي? دلوقتي دي مهمات كل مهمة خمسة وستة وثمان عشرة. في مهمات كلها ان شاء الله كويسة جدا. خلاص هنعمل مسلا المهمة دي. اشترك في القناة للحصول على القطع النجدية. اي واحدة من دي هضغط على ضغطة. هنستنى المدة الثواني العداد اللي في الاسفل. اربعين ثانية. هننتظر. شايفين العداد في الاسفل. اقصى. اه الشاشة في الاسفل. دلوقتي تعادل النجوم. اواحد اثنين تلاتة اربعة. هنضغط على رقم اربعة. يبقى كده حلينا. يبقى تعرف ان كنت حلتها صح. هنعمل رفرش. هنشوف السبعة وستين دي زادت ولا لا. لعمل رفرش بقت اثنين وسبعين. كده فعلا صح. بقى زود خمسة وستة من عشرة نقطة. وهكذا لغاية ما تكفب. على اه النقاط. انا حاول اشتغلكم شوية بحيس اللي انا. حاول اسحب قدامكم ان شاء الله. دلوقتي محفظتي ببير ستة روبل وتسعة وستين من مية. هنعمل رفرش اللي هقدامكم عشان تتأكدوا. ستة روبل تسعة وستين من مية. دلوقتي هي اخش هسحب مدروقتي مية واثنين نقطة. هقول له السحب او ينسحب. بعد كده بخش على بير روبل. هكتب مية واثنين. خلاص. بيقول لي سوف تتلقى واحد واثنين من مية روبل يعني ما بيأخدش اي خصومات. هقول له سحب. هل ليها مية وواحد. جايز مية واثنين. فيها حاجة اقول له مية وواحد. ممكن يكون مية واثنين دي متقربة. بنجاح تم الدفع بنجاح. هعمل تبير وعمل رفرش ليها زي ما تشايفين. هنشوف ستة تتعوصين هتغير ابقى سبعة وسبعة من عشرة. فعلا هو كده زود روبل واحد من مية. كان ستة تسعة وستين بقى سبعة وسبعة من عشرة. هعمل رفرش تاني. زي ما هو رقم الغرش. سبعة وسبعة من عشرة. كان ستة الاول تسعة وستين من مية. هزود روبل واحد من مية روبل. والرصيد قال بقى واحد. هعمل رفرش او لحت القيادة. هشوف الرصيد بقى كان. اهو الرصيد واحد نقطة. خلاص. كان الاول مية واثنين نقطة. انا خدت مية واحد نقطة. تفضل واحد نقطة. يارب يكون الفيديو عقابكم. اشتركوا في القناة من اجاب الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسيقى موسيقى